المرشد نفذ صبره ولم يعد قادراً على تحمل المزيد وأمر المسؤولين بفعل كل ما يلزم لإنهاء الاحتجاجات هذا ما نقلته وكالة رويترز عن ثلاثة مسؤولين في وزارة الداخلية الإيرانية لوصف الهزة التي ضربت الطبقة الحاكمة في البلاد خلال الاحتجاجات التي بدأت في الخامس عشر من نوفمبر واستمرت نحو أسبوعين في عشرات المدن ديق صدر مرشد النظام خامنئي تسبب في مقتل نحو ألف وخمسمائة شخص من بينهم سبعة عشر في سن المراهقة وأربعمائة امرأة بحسب ما نقلت رويترز عن المسؤولين الإيرانيين تقرر الوكالة قال إن أوامر خامنئي صدرت خلال اجتماع غاضب في سكنه المحصن وسط طهران حيث ارتفع صوته وعبر عن غضبه لحرق المتظاهرين صوره واعتبر أن الجمهورية الإسلامية في خطر ووصف المحتجين بالمشاغبين الذين يجب أن يسحقوا تتفق الرواية مع تصريحات خامنئ التي تلت الاحتجاجات واعتبر فيها القمع نصرا على عناصر التخريب إلا أن أعداد القتلى التي نقلتها رويترز تزيد كثيرا عن التقارير الدولية والحقوقية التي تراوحت بين الثلاثمائة إلى ألف قتيل لكنها تتفق مع أرقام المعارضة الإيرانية التي قالت إنها أكثر بكثير مما أعلنت عنها المنظمات الإنسانية كان تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قدر خروج نحو مئتي ألف شخص في الاحتجاجات الرافضة لرفع أسعار الوقود اعتقل منهم نحو ثمانية آلاف ولا يزال معظمهم خلف القطبان إسماعيل الخولي العربية